موسيقى وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجل من المروح بدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لردباك ربي كلمتك عجيبة وتفني جبال والحرفين منها يسقط صدق دام المحام أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب والذي من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في سفر الخروج وهو ثاني أصفار الكتاب المقدس لو أول مرة بتشاهدنا وعايش ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الانترنت كل الكتاب دوت كوم ولو عندك أي أسئلة واستفسارات ابعتلينا على الإيميل إنفوات كل الكتاب دوت كوم وصلنا إلى الحلقة الأخيرة وهي دراسة في الجزء الأخير من أصحى تسعة وتلاتين مع ختام الأصحاح الأربعين وبكده بأنتهينا من دراسة سفر الخروج خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيء في خادم الرب الأخ يوسف رياط أهلا بك أخي أهلا بك أخي أرحب الضيوف أهلا وسهلا بكم أخ يوسف بعدما تم تجهيس كل الخيمة وكل أدوات وأجزاء الخيمة يقول لنا في أصحى تسعة وتلاتين من عدد اتنين وتلاتين فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع وصنع بني إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنعوا وجاءوا إلى موسى بالمسكن الخيمة وجميع أوانيها أشذتها وألواحها وعوارضها وأعمداتها وقواعدها والغطاء من جلود الكباش المحمرة والغطاء من جلود التخص وحجاب السكف وتبوت الشهادة وعصويه والغطاء ثم سرد لنا باقي أجزاء الخيمة إلى أن وصل إلى عدد اتنين واربعين ويقول بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بني إسرائيل كل العمل فنظر موسى جميع العمل وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا فباركهم موسى صنعت الخيمة تم تجهيز كل الأدوات موسى استلم الخيمة من بني إسرائيل من العمل الخيمة لأهب حسب المرسوم باركهم كلمنا عن هذه اللحظات الأخيرة في تجهيز الخيمة يعني أعتقد الموقف ده بيفكرني بموقف إحنا كلنا حنقف قريب لما بيقول في كورينثوس التاني أصح حمسة لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرد يعني إحنا النهاردة بنشتغل ومحدش بيرقب التاني لكن حيجي يوم وحتمتحن النار عمل كل واحد فيه واحد عمله حيتحرق وحيخسر الأجرة وفيه واحد تاني حيعمله سيأخذ عليه أجرة الرسول علمنا قال إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا فهنا موسى بيستلم العمل يعني إحنا موسى أدى تكليف للأشخاص اللي عليهم شغل أيها لكن بعد كده هل كل واحد يعمل اللي عايز يعمله لا حيسلم العمل وموسى حيفحص العمل وحيكافئ على ذلك جميلة أوي آخر كلمة في هذا الأصحاح فنظر موسى جميع العمل وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا فبركهم موسى وأنا بشوف أن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة يعني واحد قال إنك لا يمكن أن تجد البركة قبل الطاعة إلا في القموس لكن دائما البركة تأتي في ركاب الطاعة تطيع تدرك تمام أشكرك بعد كده يبدأ لنا أصح أربعين وده الأصح الأخير في سفر الخروج يقول في هذه الكلمات الافتتاحية وكلم الرب موسى قائلا في الشهر الأول في اليوم الأول من الشهر تقيم مسكان خيمة الاجتماع وتضع فيه تابوت الشهادة وتسطر التابوت بالحجاب وتدخل المائدة وترتب ترتيبها وتدخل المنارة وتصعد سروجها وتجعل مذبح الذهب للبخور أمام تابوت الشهادة وتضع سجف الباب للمسكن وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكان خيمة الاجتماع وتجعل المرحضة بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء وتضع الدار حولهن وتجعل السجف لباب الدار يعني دي التفاصيل اللي فيها تتحط كل الأجزاء علشان يبتدي الرب يتعامل مع هذا المكان ويقدسه ويأتي بسحابة المجل بس برضو قال لنا أول مكان أول جزء يتحط هو التابوت كلمنا عن هذه الأجزاء الافتتاحية لهذا الأصحة يعني إحنا عرفنا قبل كده أن التابوت هو أهم أجزاء خيمة الاجتماع لما اتاخد التابوت في أيام صفر الصمويل الأول أصحة أربعة واحدة قديسة حست بأن أصبح البيت خراب فسمت ابنها إيه خابوت زال المجد أهم قطعة في كل خيمة الاجتماع هو التابوت الذي يحدثنا عن المسيح بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد لولا إن الرب ظهر الله ظهر في الجسد كانت تجي لنا منين بركة كيف كان يمكن إن الله يسكن في وسط شعب مثل بني إسرائيل أو مثلنا يعني إحنا مش أحسن من بني إسرائيل هم أشرار وإحنا برضو نفس الحكاية كيف كان يمكن أن يحدث ذلك بدأت دي قصة طويلة هي قصة الكتاب المقدس كله لكن بداياتها أن الله ظهر في الجسد وعشان كده أول قطعة في خيمة الاجتماع تذكر يذكر التابوت وغطاء التابوت بعد كده الأعداد من 9 إلى 15 يتكلم عن دهن المسحة اللي هتمسح به كل الخيمة كل أجزاء الخيمة وبعد كده تقديم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسيلهم بماء وتلبيسهم الثياب الكهنطي عايز تعليق على هذا التجهيز يعني ما حدش بيأخذ وظيفة الكهنط بنفسه لكن الله دعا هارون ده في العهد القديم في العهد القديم ما حدش بيأخذ الوظيفة بنفسه لكن إذا أردت أن تكون كاهنا الله هو الذي يدعو وده اللي حصل مع هارون الله قال لهارون قال لموسى قدس هارون ليكهن لي لكن علشان يكهن ويستلم الوظيفة كان يمر ببعض المراحل أول حاجة يغسل عند باب خيمة الاجتماع ثم يلبس الثياب الكهنطية اللي سبق وتأملنا فيها رئيس الكهنة كان ثيابه مكونة من سبع قطع ثم أخيرا يمسح علشان يمارس هذه الوظيفة الكهنطية وده احنا بنشكر ربنا لأن احنا صرنا كهنة والمسيح صار بالنسبة لنا رئيس الكهنة العظيم ليس على رتبة هارون لكن على رتبة ملكي صادق على مثال هارون وردبة ملكي صادق دهن المسحة بيكلمنا عن روحيا دلوقتي الروح القدس روح القدس يعني عندما يمسح الكهن بدهن المسحة صورة لمسحنا احنا بالروح القدس ويقال عن رئيس الكهنة العظيم المسيح مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك أكثر من شركائك فالمسيح مسح بالروح القدس وليس بكيل أعطاه الله الروح القدس بالنسبة لي نحن مسحنا أيضا بالروح القدس لنا مسحة من القدس إذن مسح الزيت أو التشين بالزيت ده كان رمزيا تقصيا في العهد القديم إلى عمل الروح القدس في المسحة في العهد الجديد بالظبط إحنا ما عندناش احتياج أن نرجع مرة أخرى لنستعمل الزيت لتشين الأشخاص والأشياء لا الزيت رمز للروح القدس والمؤمن بيمسح بالروح القدس ومحدش يقدر يعمل الشغلات دي دي شغلة بيعملها الله نفسه إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس شكورك هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من البيان أخي يوسف كان عندي سؤال ليه تعايدت من تاني تفاصيل خيمة الاجتماع وتقديس هارون وبني مع أن ده تعايد قبل كده ليه تكرار مرة تاني يعني الفت النظر أن الخليقة مع عظمتها جاءت في أصح واحد تكوين واحد ولما أراد الله أن يعطينا مزيد من التفاصيل بالنسبة لخلق الإنسان كمان أصح تاني أصح تنين من سفر التكوين أصح تاني أصح تنين من سفر التكوين أصح تاني جفاية قوي لكن عشان يكلمنا عن خيمة الاجتماع أول مسكن لله على الأرض أخذ أكتر من خمساشر أصح من خروج خمسة وعشرين إلى أربعين وبيقول الحاجة وبيكررها تاني وبيكررها تالت لأن الله أسمى غرض عنده أن يسكن مع الإنسان ليه؟ على إيه يعني؟ في إيه في الإنسان بيحبه؟ للذات مع بني آدم للذات مع بني آدم بالضبط لأنه أحب لذلك هو يطيب له أن يسرد هذا الأمر مرة ومرتين وثلاث مرات وطبعا وإن كانت الكنيسة لا توجد في أصفار العهد القديم لكن بيت ربنا أو الهيكة أو الخيمة مسكن الله على الأرض صورة للكنيسة تمام وده مشروع الله الأزلي والباقي إلى أبد الأبدين يعني هيجي يوم من الأيام الخليئة اللي ربنا عمال هدية ستنتهي والسماوات تنحل والعناصر محترقة تزوب وكل شيء سيزول لكن الكنيسة باقية إلى أبد الأبدين عشان كده مشروع يستحق التفاصيل يعني عندما يقول لنا في أصح 25 الآية تصنعون لي مقدسا لأسكن في وساطهم قدير ربنا يعني مبسوط بهذا الأمر وإحنا مفروض أيضا نؤدر جدا ببيتك تليق القداسة يا رب تمام تمام أشكرك العداد اللي من 16 لغاية عدد 33 تتكلم بالتفصيل عن ترتيب الأجزاء وعن كل أجزاء الخيمة وترتيبها في أماكنها زي ما سبق قبل كده الإشارة إلى المأسات وإلى الخمات وإلى الأطوال أنا بس عايز أبتدي أركز على الجزء اللي من عدد 34 أي بعدما تمت إقامة الخيمة أي وكل حاجة تحطت فيما كانها المصبوط بحسب المرسوم بعدما قال وأكمل موسى العمل في عدد 33 يقول في عدد 34 ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وما لأبهاء الرب المسكن خيمة الاجتماع غطتها السحابة عن أي سحابة يتكلم؟ سحابة المجد سحابة المجد آه يعني عندما أكملوا العمل كما أمر الرب موسى ما كانش فيه اختلاف عن ما أمر الرب وعنده إذن الله أعلن سروره وموافقته إنه ملأ مجد الرب هذا المسكن السحابة اللي هي الشكينة الشكينة اللي معناها السكينة أو السكنة بالضبط فالله أخيراً رضي إنه يسكن في وسط الشعب لأن كل حاجة عملت بحسب المرسوم يعني تتذكر حضرتك إن أول هذا السفر هوان الشعب هوان ما بعده هوان في أرض مصر شوية عبيد لأ شوية عبيد لأ ده مش عبيد عند لما يقوله خد ابنك ورميه في النهر ده زل ده مش مسألة إن أنا عبد بس بشتغل بالسخرة لأ ده منتهم نزلة يعني ابني اللي أنا مستنيه ويمكن واحدة ستة عاقر وما سدقت ربنا أدها طفل ترميه إزاي يعني هذا الزل لكن يختم هذا السفر اللي بدأ بالهوان والمزلة بمجد الرب ملأ المكان وطبعاً ما بين هذا وذا قصة ما أروعه سفر الخروج وهو فعلاً خروج سفر الفداء وهو فعلاً فداء مش بس فداء لكن كمان إقامة مسكن وملأ مجد الرب مسكن خيمة الاجتماع صنعت خيمة الاجتماع بحسب المرسوم نعم وبهاء مجد الرب ملأ المكان أيه والمجد استعلن وعايزك تربط لي أخي يوسف هذا المشهد بمشهد يوحن واحد الخيمة وصلت إلى أرضنا ومجد الله استعلن في الأرض كلمنا عن الخيمة الحقيقية ربنا يسوع المسيح وكيف كان يمثل حضور الله ومجد الله يعني زي ما حالك عارف أن هذه الخيمة خيمة الاجتماع بتشير إلى مسكن الله بتشير إلى الكنيسة لكن في المقام الأول لأن كل حاجة بتتكلم عن المسيح في درج الكتاب مكتوب عني فالمسيح هو موضوع الكتاب المقدس عشان كده هذه الخيمة في المقام الأول بتحدثنا عن المسيح طب هو المسيح خيمة نعم زي ما حقا قلت في يوحنى 1-14 الكلمة صار جسدا وحل بيننا كلمة حل نصب خيمته بيننا هنا في خيمة من دائر ميدور أبيض كتان نقي صورة للمسيح اللي كله كمالات حوى جميع أوصاف الكمال ما فيوش ضرة شائبة واحدة على الإطلاق لكنه قدوس بلا شر ولا دنث لما تدخل جوه تلاقي أمجاده من الداخل تلاقي إذن الخيمة كلها تحدثنا عن المسيح زي ما حذك أشرت أن هنا بنشوف خيمة نصبت وفي يوحنى 1-14-18 بالله الخيمة الحقيقية نصبت بين البشر ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا يقول لنا في عدد 34 ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن أيه وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بن إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم وإن دم ترتفع السحابة ليرتحلون إلى يوم ارتفاعها لأن السحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيوني كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم بالارتباط بالسحابة حضرك أشرت إلى أنها تمثل حضور الله نعم ومجد الله أيه أنا عايز أخذ فكرة عامة عن علاقة مجد الرب بهذه الأمة ما بين ظهور المجد وزوال المجد وعودة المجد ومصقبل المجد مع هذه الأمة علاقة الأمة بالمجد وعلاقة المجد بالأمة يعني بنشوف تلت مراحل ظهر فيهم المجد في الماضي في هذه الأمة المرحلة الأولى هنا عندما أقيمت خيمة الاجتماع وزي ما أرينا غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بها الرب المسكن دي أول مرة المرة التانية بنشوفها في سفر أخبار الأيام لما دشن موس سليمان الهيكل وبرضي يقول لنا أنه من مجد الرب لم يستطع حتى أنهم يدخلوا إلى الهيكل من بهاء المجد الذي ملأ الهيكل والمرة التالتة هي أروع من المرتين السابقتين يعني أيام موسى كانت خيمة بسيطة أيام سليمان كان هيكل عظيم لكن أيام ابن الإنسان أيام المسيح ما أروع ما حدث لما نرى في لقى اتنين مثلا إذا ملاك الرب وقف بالرعاة ومجد الرب أضاء حولهم أو زي ما أرينا في يوحن واحد رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب لما يكلمنا مثلا في مطة أربعة إن الجالسين في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور وأبصروا نورا عظيما ده مجد المسيح عندما أتى لكن بعد كل مجد من الثلاث أمجاد دول حدثت كارثة حدثت نكسة هنا أيام موسى بكل أسف ما احتفظوش بهذه الكرامة لكن لما دخلوا الأرض عبدوا الأوثان ونقرأ مثلا في صمويل الأول أصاح أربعة إنه من كتر وثنياتهم الرب سلمهم إلى الفلسطينيين فقالوا نجيب التابوت يدافع ويحارب ونلوي إيد ربنا إنه يدافع عننا ومحدش يلوي إيد ربنا كانت النتيجة إن التابوت التاخد إلى الفلسطينيين إلى بيت داجون ووحدة امرأة قديسة قالت زال المجد عن إسرائيل إيه خابوت زال المجد هنا جاء المجد صمويل الأول أربعة زال المجد بالنسبة لهيكل سليمان مجد أعظم وحاجة في منتهى الفخامة والعظمة لكن استنى شوال غد لما توصل لسفر حسقيال وتجد أن مجد الرب يفارق هيكل حسقيال قبل ما يجي نبو خزنصر ويدمر الهيكل من الأساس لما جاء المسيح بكل أسف احتقروا المسيح بعول الأمم صلبوا بين المذنبين وكانت النتيجة إنه ارتفع المجد وزال المجد عن إسرائيل وترك البيت خرابا وترك البيت خرابا وجاء تيتس ودمره لكن شكرا لله لا تختم قصة المجد مع هذه الأمة بهذه الخاتمة المحزنة لكن نقرأ آيات كتيرة عن عودة المجد أكتفي بآياتين الآية الأولانية في سفر إشعياء أصح أربعة لما يقول لنا لأن على كل مجد غطاء أو أقراها زي ما جيت في ترجمة داربي أصحاح أربعة من سفر إشعي عدد خمسة لأن على الكل المجد غطاء سيعود المجد يغطي مش بس الهيكل يغطي كل الأرض يغطي كل المشهد وده شيء رائع الآية التانية بشوفها في حبقوخ أصحاح اتنين لما يقول لنا أنه ستمتلأ الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر ده اللي حيحصل وتتكرر الآية دية مرات عديدة مش مرة واحدة لكن عدة مرات أن معرفة مجد الرب ستغطي الأرض كما تغطي المياه البحر شكرك يا خيوسف نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منه في عدد ثمانية وتلاتين لأن سحابة الرب كانت على المسكة النهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم شفنا السحابة بتمثل حضور الله أو مجد الله وما للنار بنشوف فيها بنشوف قداسة الله لأن الله قدوس وعلينا أن نعرف ذلك أضف إلى ذلك أن في النهار كانوا محتاجين لسحابة تضللهم طب وفي الليل محتاجين لعمود نار لكي ينير لهم وكأن الروح القدس عندما يأتي يأتي بما نحتاج إليه إذا كنا محتاجين ضل يضللنا إذا كنا محتاجين نور وإرشاد ينور ويرشد وعشان كده في النهار كان عمود السحاب وفي الليل كان عمود النار نشوف يا أخي يوسف دلوقتي منظر للخيمة بعدما تم تدشينها وإقامتها وحلول سحابة المجد وكل شيء دلوقتي والأصباط حوالين خيمة الاجتماع المنظر ده منظر الخيمة في وسط الأصباط في وسط خيام بني إسرائيل وهم كده بصين لقين يعني الدخان المحرقات الدائمة طالع وربنا رد عليهم والسحابة على المكان والنار بالليل يعني ربنا في وسطيهم وهم في الخيام شايفين منظر ده بينقل لهم إيه؟ بينقل لهم اهتمام ربنا محبة ربنا بهم لكن كمان بيقولهم إن الله إله قدوس لأن إلهنا نار آكلة وأنا أعتقد أن الامتياز والمسئولية دائما يسيران يدا بيد إحنا بالنسبة لنا عندنا امتياز آه جدا أوي لكن في مسئولية تقابل الامتيازات التي صارت لنا نعم يعني قديه عظيم إن إحنا بنفتخر إن ربنا بيحضر وسط اتنين أو تلاتة بوسطة بيكتمعوا إلى اسمه هناك أكون في وسطهم لكن هذا الأمر مش يرتبط أيضا بأنه علينا مسئولية وعشان كده جميل إن إحنا نعرف ما لنا من امتيازات وأن ندرك أيضا ما علينا من مسئوليات وأعتقد إن هذا المشروع اللي ربنا هنا عمل صورة صغيرة لي لن يكتمل إلا في الأبدية عندما وسمعت صوتا من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم ويكون لهم إلها لهم وهو بيكونون له شعبه بل بينتظرنا إحنا إلى جميع أجيال ظهر الدور تمام يعني الشعب هو بينظر إلى سحابة المجد عنده تلات حاجات بيشعر بيهم شعور الأول إن الله راضي علينا صحيح مرة اتنين الله في وسطينا صحيح أو عن ماذا تكلمنا يعني لو رحنا على سبيل مثال لسفر العدد أصحاح تسعة هيكلمنا كده كلام في منتهى الوضوح عن دور السحابة في الترحال يقول كده هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بانوا إسرائيل يرتحلون وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كانوا بانوا إسرائيل ينزلون حسب قول الرب كان بانوا إسرائيل يرتحلون وحسب قول الرب كانوا ينزلون جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بانوا إسرائيل يحرصون حراسات الرب ولا يرتحلون وإذا كانت السحابة أياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون وإذا كانت السحابة من المساء إلى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون أو يوماً وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون أو يومين أو شهر أو سنة يعني هما مش عايلين هم أي حاجة مرتبطين بالسحابة مرتبطين بالسحابة السحابة حلت ينزلوا قد إيه ما نعرفش إحنا ماشيين بحسب إرشاد ربنا يعني ما تعرفش بكرة حيحصل إيه لا إذا ارتفعت السحابة هب بينا كلنا نرتحل حلت السحابة نحل هذه كانت رحلة الشعب قديما اللي هم شعب مجرد رمز للبركات التي صارت لنا إحنا النهار ده قدي مفروض تبقى حياتنا منضبطة بقيادة روح الله يقول لنا في رمية 8-14 لأن جميع الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله يعني منها الواضح في قصة الإرشاد احنا عرفنا أن السحابة في وسط الشعب تتكلم عن رضا الله تتكلم عن سكن الله تتكلم عن الإرشاد واضح أن الشعب هو الذي ينتمي إلى السحابة وليست السحابة تنتمي إلى الشعب يعني ربنا هو اللي يتحرك بالسحابة وهم ما يمشوا وراء بالضبط أوقات كتير بنحاول نعملها بالعكس يعني احنا نعمل اللي عايزينه قرارات خدمات مشاريع ونطلب من السحابة نطلب ربنا يرضى على اللي احنا عايزين نعمله معين المفروض الوضع الكتابي ربنا هو اللي يقول تعالوا يمين نروح يمين أعمل الخدمة دا أعمل الخدمة دا شكراك أخي يوسف وصلنا لختام الحلقة وختام السفر ربنا يا باركك استفدنا كتير جدا ونصلي أن تكون الفائدة وصلت إلى جمهور المشاهدين في كل مكان هنراجع الحلقة مع الضيوف طلعنا بإيه من الحلقة دية أو من سفر الخروج عموما الشعب زمان كانوا بيتحركوا على حسب بالسحابة ما كانت بترشدهم إذا كانت هتتحرك هما بيتحركوا إذا كانت هتقف هما بيقفوا وإحنا اللي نتعليم إن إحنا دلوقتي بنتحرك بإرشاد الروح الكدس لما رب يرشدنا فنتحرك لكن مش بنخليه هو اللي يتحرك على أساسنا إحنا الخيمة بتحدثنا عن المسيح الكلمة صار جسدا وحلى بيننا أي خيم بخيمته بيننا شكرا ربي بارككم شكرا يا أخي يوسف ربي باركك عزيز المشاهد ختمة سفر الخروج بهذا المشهد مشهد المجد والحقيقة المجد لم يورى في الأرض إلا عندما أتى ربنا وحبيبنا يسوع المسيح الذي قال عنه الكتاب في يحنى واحد والكلمة صار جسدا وحلى بيننا أي خيم بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا عبثا تحاول الوقوف أمام الله في أي نوع من الصلوات والعبادات وتبحث عن مجد الله بعيدا عن شخص المسيح فالمسيح هو الطريق الوحيد لناوال بر الله والمسيح هو الطريق الوحيد للتعرف على الله والتمتع برؤية مجد الله أشوفك في حلقة جديدة قادمة ونحن نبدأ دراسة إنجيل متى في العهد الجديد والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال حيا زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهام قدي يشهد عن كتابي إنك كتاب الكتب أدي كلمتك تروش وتعزي في الجروش وتميز كل ضامة سرق لرجل من المروح أدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لي رضاك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال